سلام عليكم حبايبي عاملين ايه يا رب اكونوا بخير? هنعمل بقى النهاردة مع بعض مهلبية المانجا لازيزة اللي انتو شايفينها دي شايفين بقى جميلة جدا ازاي? سهلة وبسيطة وما خدتش مننا وقت خالص وبتطلع طعمها خطير جدا. وهنعمل كمان من قشر المانجا احلى عصير مانجا شايفين بقى طحفة جدا ازاي? يلا بنا بقى عالطريقة. اول حاجة هجيب بقى المانجا وهبدأ قطعها معي بالشكل اللي انتو شايفينه ده. يعني اسهل طريقة لتقطيع المانجا بالشكل اللي انتو شايفينه ده. اه نعملها كده بالشكل ده. وهبدأ بقى طلعها كده بالمعلقة. شايفين بقى سهلة وجميلة جدا ازاي? اه. كل اللحم بيطلع معي بمنتهى السورة. هعمل بقى السرمية معي كلها كده. قطعها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. كده قطعنا معي المانجا هيه انت بقى لو عندك الهند بلندر او في الخلاط تضربيها. وكمان القشر مشا نرمي. هنعمل منه احلى عصير. هنجيب بقى الخلاط وهنحط فيه القشر. فهضيب بقى نص كوباية من السكر. وكوباية من المياه. افتقها طبعا. اضربهم بقى كويس جدا. كده اضربت معي كويس جدا. شايفين بقى عامل ازاي? حلو جدا. وعايز اقول لكم بجد رائح. وطعمه خطيرة جدا. يعني انضف من المحلات بكتير. هنحط بقى هنا في الكوباية كده. شايفين بقى تقيل ازاي? صنقه خطير. وطعمه طحفة. ايه رأيكم بقى عملنا احلى عصير من قشر المانجا? هضرب بقى المانجا في الخلاط. هضيب بقى على المانجا اه يعني كوباية كده صغيرة من السكر او نص كوباية من المجي كبيرة. وهضيبها بقى هنا على المانجا. وهضربهم بقى كويس جدا. هضيب بقى المانجا هنا في الحلة. بعد ما اتضربت معي في الخلاط. هضيب بقى معلقة كبيرة من النشح. وهقلب بقى كويس جدا كده. على البارد الاول. يعني معلقة كبيرة كده حلو جدا لان هي اللي المانجا معي ما دفت لهاش مياه. فتقيلة معي. كده قلبت بقى المانجا كويس جدا زي ما انتم شايفين كده ما بقاش فيها اي تكبتولات خالص. ورفعتها بقى على النار مع التقليب المستمر كده. لحد ما تتقل معي كده سنة. زي ما انتم شايفين كده طبعا مش مكترة لها المياه. هتتقل معانا على طفل. كده بقى القوم اللي احنا عايزينه. شايفين بقى تقيلة خالص معي ازاي? اهي. هنضيب بقى عليها اخر حاجة كيس من الفانيليا. ونقلب بقى الفانيليا كده. كويس جدا مع المانجا. شايفين بقى بقى مهلبية جميلة وطعمها حلو وسهلة وسريعة ما اخدتش مننا وانت خالص. وبتطلع طعمها تحفة في الاخر. تمام كده معي كده القوم اللي احنا عايزينه. شايفين بقى تقيلة وجميلة جدا ازاي? هطفي بقى عليها ونغرفها مع بقى. هجيب بقى عندي الكسات او الاتباق اللي انت هتخط فيها اهم حاجة بس الكل مخصولة كويس جدا ومتنشفة من مية تماما. وهبدأ بقى نغرف المهلبية اللذيزة بتاعتنا دي. بالراحة كده. كده عملنا احلى مهلبية وعايز اقول لكم جد طعمها جميل جدا. هنحط بقى عليها كرس كده. في النص يبقى شكلها اه حلو يعني في الاخ. اللي هو لك كده تفرح بيه. شايفين بقى شكلها جميل جدا ازاي? ارأيكم بقى في الجمال ده من كيلو ونص منجا عملنا مهلبية منجا شكلها جميل وطعمها طحفة وعملنا كمان من القشر بتاع المنجا اخلى عصير. ان شاء الله بقى تجربوا الطريقة ديت وتعجبكم جدا واتمنى لو اول مرة تشوفي قناتي دوسي لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس اش هيوطل لكل جديد بازن الله.